لقاء الأفيال المنظرة الأخيرة في الحملة الانتخابية البرلمانية النمساوية وهنا بنشوف الأفيال الخمسة في في يعني اللقاء الأخير بتاحهم قبل يعني يوم الانتخابات 29 29 سبتمبر بعد يومين بنشوف نهمة في النص اللي هو طبعا رئيس ورئيس الحكومة الحالية وبابلا رئيس الاس بيو هنا طبعا اللي هو الحليف الحكومة الحالية وطبعا هابت كيكل من اف بيو والملكة رايزينجا خلاص هي كم ساعة ونعرف نتائج أستاذ أحمد مراد تتوقع ايه هي النتائج للحكومة القادمة خلينا نقرأ بالبداية نقرأ بداية الأخبار أهم الأخبار والأحداث اللي صارت فينا صارت عفوا في هذا الأسبوع بما يخص موضوع الانتخابات النمساوية طبعا اليوم تقريبا ما بين اليوم إلى الغد صباحا كل الأحزاب النمساوية اللازم تنهي الحملة الانتخابية كيك رح ينهيها اليوم أعتقد ساعة ستة بدأت بالشتيفان بلاتس في شتيفان بلاتس عنده فرانشتالتونك ضخمة جدا بدأت بالشتيفان بلاتس كارني هامر فعليا أنهيها اليوم صباحا أمام مبنى أمام مبنى حزب الشعب في فيينا عند الراتهاوس وبابلر أعتقد في عنده كمان بالحي العاشر أعتقد كمان في عنده إنهاء الحملة الانتخابية والخضر كما ذلك يعني الجميع غدا صباحا بعدين ندخل في شيء اسمه فترة الصمت الانتخابي لمدة 24 ساعة لازم ما عد فيه أي حدا يروج لأي شيء له علاقة بالانتخابات المناظرة مثل ما وصفتيها لقاء الأفيال وهلي فعليا الورف وصفتوا بلقاء الأفيال واللي جمع قادة الأحزاب الرئيسية بأن نمسا صراحة خلينا هيك بقراءة سريعة من دون كتير تفاصيل لأنه هاي الحملة الانتخابية ريم هالمرة كانت بصراحة يعني خفيفة مخففة مثل ما حكيتي الميزانية انخفضت تقريبا 40 إلى 50% الميزانية الانتخابية على الانتخابات السابقة فاليوم الانتخابات النمساوية ما رح تشهد مفاجآت بصراحة ما في تغيير كتير كبير على مستوى التوقعات الانتخابية كل حزب محافظ على خطاب معين بابلر بدنا نحن ناخد ضريبة الاسرياء كارني هامر الموضوع والحماية المجتمع الاقتصادي ومكافحة يعني مش الغلا يعني مكافأة العمال تقريبا حزب الاخضر بالبيئة وما إلى ذلك حزب الحرية حافظ على خطابه الشابوي قلعة النمسا اغلاق الحدود إيقاف اللاجئين وقف المساعدات بالضبط الستندرد طبعا مئة بالمئة اللي حافظ ونفس العملية حزب النيوس حافظ على خطاب إصلاحي يدعو إلى إصلاح يدعو إلى إصلاح سياسة اللجوء إصلاح النظام الاقتصادي العمل على مكافحة الفساد أو فساد صفر كان في عنا خبر هام جدا مهاجرين سوريين يتصدوا للخطاب اليميني وفعليا فعليا شباب سوريين يعني الجالية السورية الحرة وما إلى ذلك وكثير من الناشطين التانيين من عدة توجهات توجهات موجودة وجمعيات موجودة بأن نمسا بفيننا تحديدا تقريبا قاموا بجهود فعلا استثنائية إضافة للجالية اليمينية وكثير من الجاليات العربية فعليا قلبوا الطاولة على الخطاب اليميني أنه فعليا هدول الشباب يعني فعليا فينا نقول أنه فعلا شيء إيجابي للغاية مثل ما حقيقتي بابلر يداحد بمنع اليمين المتطرف انغيادة النمسا طبعا هلا كل الرؤى بتقول أنه فعليا أو الاستطلاعات الرأي مثل ما سألتيني شو توقعاتك هلا احنا قبل توقعات الانتخابات خلالوا توقعات الحكومة كلها تشير تقريبا يعني في رؤيتين هلا واضحين أنه حزب الشعب مع اليمين حزب هذا تحالف وهذا رقم اتنين بس الحزب التوقعات الاولى أنه هي فعليا يأتلف حزب الشعب مع الحزب الاشتراكي مع حزب ويشكله هن الحكومة المقبلة الاختيار الثاني مثل ما قال حزب الشعب وحزب الحرية بابلر شو قال سأحاول وسأقوم لا حالف مع حزب الحرية سأحاول أن أقوم بكل شيء يعني هذا الكلام شو يعني شو منفهمه نحنا بلهجة اعلامية يعني الحزب الحزب الاشتراكي سيقدم تنازلات إلى حزب الشعب حتى يأتلف معه بحكومة ضد حكومة اليمين ضد وصول هربت كيكل إلى المستشارية المساوي أو أنه يكون معه أي وزارة طبعا تقييم للظهور الإعلامي كان فيه ظهور كتير كبير بضع هذا الأخبار ظهور كتير كبير كارل ني هامر ثم هربت كيكل ثم وبعدين الخضر ونزولا عنا خبر آخر هربت كيكل يستجدي الحزب الاشتراكي للتوافق طبعا هربت كيكل عما يحاول يعني يتواصل مع الجميع أو يرسل بعض الرسائل المشفرة كانت للحزب الاشتراكي لحزب الشعب أنه فعالية تعالوا تلفوا معي وأنا شاطر وأنا فيه شغلات مشتركة بيني وبينكن لا تتركوني لوحدي ونفس الوقت قال أنه نحن لن ندخل بأي حكومة إلا إذا كان كيكل على رأسها باعتبار أنه كيكل حاليا يعني استطلعات الرأي تشير إلى 26 إلى 27 يعني كلهم عاملين X على كيكل يعني هذا اللي عم يحاول يعامله النمسة تنتخب برلمانه هالأحد المقبل طبعا عنا 6 مليون تقريبا 6 مليون أقل أكثر 6 مليون 6 فاصلة 38 يعني 6 ملايين و 380 ألف تقريبا أو 360 ألف صارحة من بتأكد من الرقام هن اللي رح ينتخبوا البرلمان الجديد الأحد المقبل نهامر يؤكد أن الحكومة النمساوية نفذت بصور هذا خبر آخر سؤالك شو توقعاتك صراحة توقعاتي أنا اللي بشاهدها صراحة المركز الأول فعلا هيكون شوي فعلا متأرجح ما بين حزب الشعب وحزب الحرية توقعات كتير كبيرة أنه حزب الشعب فعلا يكون قريب من حزب الحرية يعني وحتى ممكن ممكن أنه ينافسوا على المركز الأول صراحة يعني فينا نقول المفاجآت موجودة ممكن أنه ينافسوا على المركز الأول حزب الاس بيو مع الأسف الشديد لا أعتقد أنه يتجاوز حاجز 22% حزب حتما سيتجاوز حاجز 10% حزب الخضر لن يستطيع الوصول إلى 10% أعتقد الأهزاب البديلة الأخرى أعتقد أن حزب البير له حظوظ كبيرة بالدخول الكي بي او من الممكن ان يصل الى عتبة بسيطة الاحزاب الاخرى غير موجودة قائبة غزة باعتبار كان عندنا لقاء في الامس مع احد موسليهم يعني لا اعتقد ان يحصلوا على اي شيء ليس بسبب ضعفهم ضعف فكرتهم ولكن بسبب ضعف الحملة الانتخابية الخاصة بهم بسبب شو قلة الموارد ما عندهم هاي الموارد الكبيرة قضيتهم عادلة ولكن ورأيتهم واضحة وعندهم مطالب كتير صراحة محقة ومنطقية ولكن من الصعب انه يقدروا يحصلوا اي شيء طيب ايه هو توقعك للتحالف الجاي الاختيار الاول هو الاخيار التاني الف بي او افو بي يعني التحالف الاولين هيبقى بزعامة كارني هامر مع اندرياس بابلر سلاسي سلاسي حيكون لانه ما راح يدر يجيبه 50% ما حدا عنده الخضر يجيب 50% الا اذا شدنا مفاجآت وما بتصور هاي المفاجآت تكون موجودة الخضر مستبعد كليا الخضر ما حدا متفق مع الخضر اليوم لا الاس بي او لا الافو بي ولا اي احد يعني خلينا نقول الخضر شز شز هو لم يشز ولكن فكرته 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 الخضراء وفكرة حزب الخضر هذا المكسيموم تبعه يعني ما عنده شيء اخر يضيفه نعم فبالتالي او فو بي اس بي او نيوز اف بي او او فو بي خلاص يقول لها كم ساعة وانا مش كم ساعة عنا تقريبا عنا حتى مسائل احد احنا فعاليا حتى تظهر النتائج عننا صحيح نعم يا خبر النهاردة بفلوس بقرأ يبقى ليش